مع أن روسيا تجنبت فرض حذر شامل على مشاركة الرياضيين في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو لكن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أكد أنه منع الفريق الروسي من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو يوم الجمعة الماضي أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر أنه التزم بقرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم فرض حذر شامل على مشاركة الفريق الروسي في أولمبياد ريو لكنه غير رأيه بعد بضعة أيام وتسبب فرض الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حذرا شاملا على الفريق الروسي في إدراج بعض لعبيه ضمن بني للمنشطات من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ومن بين ثمانية لاعبين روس لرفع الأثقال من المقرر يشارك في أولمبياد ريو اثنان تم إيقافهما بسبب المنشطات بالإضافة لورود أسماء أربعة لاعبين آخرين في التقرير عن التحقيق في تعاطي المنشطات في روسيا وهناك أكثر مئة لاعب روسي تم منعهم من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو حاليا